في خبر آخر أشرف وزير الدفاع الوطني عماد مميش مساء اليوم بنادي ضباط لمختلف الجيوش ببنزرت وبتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف على موكب تكريم عدد من العسكريين الذين شاركوا في العملية المشتركة التي تم تنفيذها يوم 27 من ديسمبر الماضي بمرتفعة القصرين بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي وأسفرت عن القضاء على ثلاثة إرهابيين وحجز أسلحة وذخيرة ومتفجرات وعبر وزير الدفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها عضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة عبر عن شكره وتقديره للأعمال البطولية التي يقدمها عناصر الجيش الوطني واعتزاز كل التونسيين والمؤسسة العسكرية بأبطالها الذي يختار الإقدام والشجاعة لدحر الإرهاب مشيرا إلى أن هذا النجاح النوعي يؤكد من جديد الكفاءة القتالية والأهبة والاستعداد لدى العسكرية تونسية الغيور على وطنه بفضل صدق عزمته واندفاعه لحماية كل شبر من ترابه بكل شجاعة وتفان وكفاءة مشهود بها كما دعاهم بالمناسبة إلى مواصلة توخي الحذر وملزمة اليقظة والحيطة والبقاء على استعداد دائم للتصدي لخطر الإرهاب وذلك بتكيف تكوين والتدريب الذي يتلأم مع جميع أشكال التهديدات ترجمة نانسي قنقر